مساء الخير لجميع متابعين الأعزاء الحالة العامة لازالت الكتل الكتبية تسيطر على المنطقة واضعة معظم المناطق بحالة عظم استقرار عشوائية من حيث البرودة والهطول الطقس المتوقع للساعات والأيام القادمة الخميس تبقى الأمطار المتفركة والسلوج مستمرة بشكل متقطع جدا حتى نهاية هذه الليلة من ارتفاع 700 متر وما فوق الجمعة نتيجة مرور الكتل الكتبية لفترة طويلة فوق البحر ستتولد حالة عظم استقرار قبالة السواحل المصرية وتدخل المنطقة بأمطار غزيرة وسلوج من ارتفاع 800 إلى 900 متر وما فوق وبالأخص المناطق البقاعية والشمالية وتستمر حتى نهاية يوم الجمعة الحالة هي حالة عشوائية التساقط فمناطق من ارتفاع 800 متر أمطار ومناطق من ارتفاع 800 متر سلوج متراكمة ومناطق لا شيء يذكر تنحسر الأمطار كليا يوم السابت ويتشكل جليد ليلا مع بقاء الكتل الكتبية فوق المنطقة وانخفاض درجات الحرارة الأحد برد قارس وجليد صباحا من ارتفاع 700 متر وما فوق وكما نلاحظ في هذه الخريطة تكون حالة عدم الاستقرار أمام السواحل المصرية ودخولها المنطقة بأمطار غزيرة وشاملة ونتيجة بقاء الكتل الكتبية فوق المنطقة ستدعم السلوج من ارتفاع 800 إلى 900 متر وما فوق وكما ذكرنا أن الحالة هي حالة عشوائية دمتم بخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شكرا لمتابعتكم شكرا للمشاهدة